نتوسع في النقاش مع الكاتب والبحث السياسي أمين قامورية من بيروت مرحبا بك أستاذ أمين أي اتجاه برأيكم قد يختار حزب الله في هذه المرحلة في ظل تكرار هذا النوع من الاختيالات وهذه العمليات الإسرائيلية التي توجه إلى قادة وزعماء ينتمون إلى حزب الله يعني من الواضح بعد محادثات وزير الخارجية الإيراني في لبنان في الأيام الماضية أن الاتجاه لدى طهران ولدى حزب الله عدم الانجرار إلى تصعيد واسع عدم الانجرار إلى حرب مفتوحة طبعا للتوقيت الإسرائيلي وأعتقد أن الجانب الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو يريد استغلال هذه الفرصة بشكل كامل لتنفيذ أجندة موجودة لديه أطلا بتنفيذ عمليات اغتيال أو توجيه ضربات معينة لمواقع الحزب الله يعني على ضمان أن لن يكون هناك رد لكن بطبيعة الحال بالنسبة لحزب الله لا يمكن السقوط كثيرا عن هذه المواضيع لأن استفحالها بهذا الشكل قد يرتد عليه سلبا وبالتالي سيكون هناك نوعا من الردود لكن باعتقادي من دون أن تصل إلى حد تفجير معركة كبيرة لا سيما أن الرهان لا يزال منصب على تحقيق خرق ما في المفاوضات الجارية على أكثر من صعيد من أجل تهديئة ما في غزة ربما قبل رفح أو ربما بعد رفح فبالتالي هذه الحرب باعتقادي ستظل مستمرة إلى حين التوصل إلى وقف إطلاق النار وأعتقد أن الجانب الإسرائيلي سيزيد بنسبة عالية من غاراته واستهدافاته للمناطق اللبنانية ليس فقط في الجنوب اللبناني إنما أيضا قد تتوسع إلى أماكن أخرى بدليل مرأيناه قبل يومين في جدرة وهي بعيدة عن صيدها شمالا أستاذ أمين إلى أي مدى هذه العمليات تحرج حزب الله في لبنان حاليا من المعروف أن هؤلاء القادة يتنقلون ربما من دون موبايلات ربما حركتهم دقيقة اليوم إسرائيل تتعمق في عقر دار حزب الله في مناطق خارج حدود الليطاني خارج 17-01 كيف ينظر حزب الله إلى هذه المعادلة؟ لا شك أن الفاتورة باهزة وهو أخذ على عطقه من اليوم الأول أنه سيكون إلى جانب غزة ومساند لها لا يمكن أن يتخلى عن شعاراته التي تتكلم عن فلسطين يوميا وبالتالي لفع الأثمان ولو كانت باهزة أفضل من أن يكون على الحياة في هذه المعركة لكن بالنسبة لعمليات الخرقات بالنسبة لعمليات الاستهداف بهذا الشكل الضقيق لا شك أن الإسرائيليين يتعاطون مع حزب الله بعد حرب تموز بطريقة مغيرة إسرائيل تملك من القدرات الكبيرة التقنية أفضل تكنولوجيات العالم للتنصط المراقبة موجودة لديها الخرق على الساحة اللبنانية كبير حتما يعني بعد الحرب السورية بعد ما يجري في لبنان من أوضاع اقتصادية والتركيز الإسرائيلي على حزب الله كقوة أساسية تشكل خطر عليه وبطبيعة الحال أن يكون هناك تركيز على جمع المعلومات وتوسيع بنق المعلومات بهذه الطريقة لا شك أن ذلك يحرج حزب الله لسيما أن مسؤولين أساسيين قد أصيبوا بعض الأشخاص الذين استهدفوا لم يكن أحد يتصور أن ممكن أن تصل إليهم اليد الإسرائيلية وحتما هذا يؤثر على تكتيكات حزب الله يؤثر على خطط حزب الله لكن من يريد خوض معركة بهذا الحجم عليه أن يكون متأهبا لكل التداعيات لكل ردود الفعل أستاذ أمين خلال زيارته إلى بيروت وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان هدد بشكل مباشر نيتانياهو قائلا أنه في حال توسعت العمليات الإسرائيلية في لبنان ستكون نهاية نيتانياهو السياسية أو ربما قصد نهاية مختلفة هل برأيكم هذه العمليات الإسرائيلية في لبنان قد تكون ربما نوع من الرد على هذه التصريحات أو هذا التهديد الإيراني التصريحات عبداللهيان في بيروت كانت مرفقة بحديث عن التهديئة وطبعا تحذير من أنه إذا كنتم تريدون الذهاب إلى حرب مفتوحة نحن أيضا متعدون لهذه الحرب المفتوحة لن نسمح بألمس بحزب الله بشكل بسيط وبشكل تلقائي فبالتالي سيكون ردنا كبير وعلى اعتقاد ما أن أي رد ويسبب خسائر كبيرة في المنطقة الشمالية من إسرائيل وحتى وصولا إلى تل أبيب أو ما بعد تل أبيب لا شك أنه سيكون له ارتدادات كبيرة على الجانب الإسرائيلي لكن نحن ما فهمنا من هذا الكلام هو نية التهديئة وعدم الرغبة في الحرب كبيرة أما الشق الآخر فهذا طبيعي في الحال كان يكون هناك هذه التهديدات الإسرائيلية وقلت لك في البداية ربما إسرائيل وعلى الأرجح هكذا تستغل النية للتهديئة وعدم الإنجرار للحرب لتوجيه ضربات قاسية على أمل أن يكون الرد من حزب الله محدودا على الطريقة التي جرت فيها في ميرون أو غيرها من الأماكن الاكتفاء بضرب مواقع عسكرية بعيدة عن الجبهة هذه اللعبة باعتقاد هذا السيناريو سيظل مستمرا من الآن وحتى تتغير الأمور معركة رفح باعتقادة أساسية في ضوءها ستتحدد كيف المسارات في الفترة المقبلة ليس فقط في غزة وفلسطين إنما في المنطقة برمتها لأن الكثير من المشاريع بدأت تظهر لما هو بعد غزة شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين قمورية